اهلا بكم مشاهدين الى ساعة اخبارية من العربية يقدمها لكم ابراهيم بدر ونسهلها بالعنام بريطانيا تتوقع اشتداد القتال شرق اوكرانيا خلال الاسابيع المقبلة وتحضر روسيا من استخدام السلاح الكيميائي نائبة رئيس الوزراء الاوكراني تعلن عن فتح تسع ممرات انسانية من ضمنها ماريوبل قتيل وجرحى بانفجار ضخم في بلدة بنعفول بجنوب لبنان يدمر مبنى تابعا لحركة امل الشرطة الاسرائيلية تقتل فلسطينيا بالرصاص بعد طعنه ضابطا بسكين بمدينة عسقلان قالت المخابرات البريطانية انها ترجح ان يشتد القتال في شرق اوكرانيا خلال الاسابيع المقبلة اضافت بان الهجمات الروسية تتركز بالقرب من دونيتسك ولوغانسك فيما تتزايد حدة القتال حول خرسون وميكولايف وفق المعلومات الاستخباراتية البريطانية فان القوات الروسية تواصل للسحاب من بيلاروسيا لاعادة التموضع شرق اوكرانيا من جهة اخرى قال وزير الجيوش البريطاني ان جميع الخيارات مطروحة اذا استخدمت روسيا اسلحة كيميائية في اوكرانيا اعلنت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني عن فتح تسع ممرات انسانية في اوكرانيا اليوم من ضمنها ممر في مريوبل يسمح للسيارات الخاصة بالخروج من المدينة يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزيرات الخارجية البريطانية لستراس عبر صفحتها على تويتر ان بريطانيا تحقق في صحة تقارير تفيد بان روسيا استخدمت اسلحة كيميائية في هجومها على مدينة مريوبل الاوكرانية المحاصرة واضفت راس بان استخدام مثل هذه الاسلحة سيكون تصعيدا قاسيا في مثل هذا الصراع وان بريطانيا ستحاسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه قال رئيس اللجنة الاسكرية لحلف شمال اطلسي الادميرال روب باور ان نتيجة الحرف في اوكرانيا هي تعزيز تواجد حلف الناتو على حدود روسيا موضحا ان الحلف لن يضع طائرات او قوات في اوكرانيا وسيستمر في توفير كل شيء ممكن لضمان بقاء اوكرانيا اكد باور ايضا اتباع حلف الناتو لسياسة الباب المفتوح وعدم استبعاد انضمام اعضاء جدد حيث اذا قررت انضمام السويد وفنلندا الناتو فان هذا الامر يعود للبلدين وفقا لقوله والمزيد من المتابعة متابعة التطورات الميدانية في اوكرانيا انضم الينا من اوديسا موفر العربية عادل عيدان اهلا بك عادل بداية اخر التطورات فيما يتعلق بمعركة مريوبل هل هناك اي بوادر او معلومات حول موعد او ساعة الصفر لبدء هذه المعركة لتحرير الميناء اهلا بك ابراهيم يعني القوات الاوكرانية تقول من انها تستعد لاستعادة خيرسون وبعدها تتجه الى مريوبل مريوبل حقيقة اليوم يتم الحديث من ان القوات الروسية تسيطر على اكثر من ثمانين او سبعين بالمئة من المدينة وهناك بعض المقاومة للقوات الاوكرانية ايضا هناك حديث عن ربما قصف بعض المواقع بالغازات السماء ولم يتسنى لنا التأكد من ذلك ربما زميل محمد الاغبر قد يعطينا صورة اوضح بحكم قربه من هناك هذه الرواية بالتأكيد هي الرواية الاوكرانية لكن المعارك هنا في اوديسا كانت ليلتها هادئة جدا سوى ساعات الصباح وحتى قبل لحظات كانت صفارة الانذار تعمل هنا في اوديسا ليس بالضرورة القصف موجه على اوديسا المدينة ولكن ايضا قد يكون الصاروخ اطلق من البحر الاسود وبالتالي يصل الى ميكولايف وحتى تولشين اولمان وغيرها من المدن نيميريف وفنيتسا لكن كل هذه المدن التي تقع في مسار الصاروخ اليوم كان هناك ايضا سقوط قدائف وسمع ليلة البارحة دوي انفجارات ضخمة في ميكولايف وهي تعتبر حائط الصد الاول لأوديسا الحاكم العسكري هناك برر عدم اطلاق صافرات الانذار حيث اشتكى السكان من عدم وجود صافرات الانذار من ان القوات الروسية تطلق من خيرسون التي تحتل بعض المواقع فيها وتحاول القوات الاوكرانية قصف تلك المواقع وبالتالي يتم القصف المتبادل من قبل القوات الروسية تطلق قدائف وكذلك صواريخ قصيرة المدى لا يمكنهم اطلاق صافرات الانذار لانها تستغرق من دقيقتين الى ثلاث دقائق هذا صاروخ حتى يصل الى هدفه وبالتالي لا يسعهم اطلاق صافرات الانذار لاحتماء الناس او دخول الناس الى الملاجئ عادل نائبة رئيس وزراء الاوكراني اعلنت عن فتح تسع ممرات انسانية من ضمنها مريوبل باقي الممرات خارطت انتشارها والمدن التي ستتضمنها ابراهيم هناك الممرات بين حين واخر يتمكن السكان من الخروج حتى ان كان هناك اتفاق ربما من خيس يخرجون بسياراتهم ممرا لسيارات الخاصة وبالتالي يسمح لهم لكن ايضا كان هناك شكوى من ان عمليات القصف تعطل تلك الممرات التي من الممكن ان تفتح لخروج المدنيين بعض ايضا حتى بالقرب من ميكولايف كان هناك اتفاق يوم امس بخروج السيارات الخاصة لكن هذه السيارات الخاصة قد استعملها القوات افراد القوات الروسية وبلباس مدني حينما وصلوا الى نقطة تفتيش حدث اشتباك ما بينهم وبين القوات الاوكرانية هذه الممرات بالفعل مهددة بين الحين والاخر بالاغلاق وبالتالي تكمن صعوبة الموقف في خروج المدنيين بعض السكان ربما هنا قبل يوم ونصف صادفت حقيقة او قبل يومين عفوا صادفت احد السكان الخارجين من مريوب اللي كان يتحدث عن صعوبة الخروج وصعوبة نقاط التفتيش في تجاوزها حتى الوصول الى هنا الى اوديسا وبالتالي هذه المشقة تكمن ايضا او تتكرر بكل المعابر التي يخرج منها الاوكرانيون هل ما زالت اوديسا ربما يتجه لها الخارجون والنازحون من مريوبيل هل ما زالت موقع آمن بالنسبة لهؤلاء هي حتى الان آمنة ومن اكثر المواقع أمنا بل هي مقصد لكل المدن التي يشتد فيها القتال لكن حتى سكان هذه المدينة الذين عادوا اليها منذ اسبوعين او ثلاثة اسابيع بدأوا بالعودة الى مدينتهم الان يترقبون الجولة الثانية من الهجمات الروسية باعتبار ان القتال يشتد على جبهة ميكولايف يشتد على جبهة خيرسون يشتد على بعض حتى زابوريجيا هذا الهلال الذي تحاول القوات الروسية او نصف الدائرة التي تحاول القوات الروسية فرضه لعدم تهريب السلاح الى دونباس وبالتالي هي تحاول فرض هذا الطوق والتقدم الى هذه الجبهة لكن الحديث ايضا للقوات الاوكرانية من القوات الروسية عملت محطات لتصريح عرباتها او حتى الاضرار التي تصيب دباباتها عملت هذه صافرة انذار اخرى جديدة عملت ايضا مستشفيات ميدانية لمعالجة جرحاها في محاولة للتقدم هي تريد اما الالتفاف على ميكولايف والوصول الى اوديسا هنا او حتى اطلاق بعض الصواريخ من البحر الاسود والتي تصل بين الحين والاخر الى اوديسا كما حدث قبل ايام كما قالت الرواية الروسية من انهم ضربوا معسكرا لتدريب المتطوعين او المرتزقة كما تسميهم روسيا والقوات الاوكرانية تقول انها ضربت مباني او بناء تحتها شكرا جزيلا لك عادل ويساعد المعسكرات لتدريب المتطوعين شكرا عادل موفد العربية كنت معنا مباشرة من اوديسا وانضم الى الان بيروت المحل العسكري العميد خليل الحلو اهلا بك عميد الحلو بذاتا كيف تقرأ الخبر الذي يتحدث عن ان القوات الروسية تعيد انتشار قواتها في بيلاروسيا هل يشير ذلك الى نقص في القوات وبالتالي هي تضطر الى سحبهم من شمال اوكرانيا لاعادة نشرهم في جنوب اوكرانيا ام ان هناك الاهداف تبدلت وبالتالي صار لزاما سحبها من هناك نعم اسباب سحب هذه القوى هو الكلفة العالية البشرية واللوزستية لبقائها في الامكنة التي كانت تتمركز فيها حوالي مدينة كييف ومدينة خاركيف ومدينة سومي ومدينة تشيرنيف حصار المدن مكلف لمن هو بداخلها ولمن هو في خارجها خاصة اذا كان هذا الحصار غير محكما وهناك خطوط لوجستية الى هذه الامكنة تمتد الى اكثر من 300 كيلومتر وبالتالي كلفة البقاء هي اعلى بكثير من الاهداف التي تبحث عنها القوات الروسية وهي ليس فقط اهداف عسكرية انما اهداف ترتبط باخضاع اوكرانيا لشروط بوتين وهي الحياد بواسطة تعديلات دستورية وشكل هذا الحياد وقضية تخفيض السلاح في اوكرانيا اذا سحبت هذه القوى بسبب الكلفة العالية وبسبب الخسائر التي منيت بها هناك حوالي 60 كتيبة روسية قد تضررت 20 منها فقدت قدرتها على القتال بالكامل و40 أخرى بحاجة الى اعادة التكوين والى اعادة التدريب والى الحاق بها عناصر واي عسكريين جدد واستبدال الاليات التي دمرت واصلاح الاليات التي تعطلت وكذلك اعادة التدريب لكي تستطيع ان تعمل مجددا هل السيناريو يختلف فيما تعلق في شرق وجنوب شرق اوكرانيا وبالتالي هناك مقاربة مختلفة للجيش الروسي نعم هي مقاربة واحدة الاستراتيجية هي واحدة ولماذا ادخل في هذه التفاصيل لان كل الذي ذكرته سيتطلب اشهرا وبالتالي لن يكون هناك اعادة انتشار لهذه القوى في الشرق الاوكراني في القريب العاجل المسألة تتطلب اسابيع طويلة وربما اشهر طويلة لاعادة تكوين هذه القوى التي اكتسبت خبرة قتالية رغم الخسائر التي منيت بها وعندها سيمكنها الانتشار واعادة الاستمرار في الهجوم لتحقيق الهدف المعلن وهو احتلال الكامل لدونتسك والوهانسك بالنسبة لمعركة مريوبل من خلال متابعتك لاخر تطورات العسكرية ومصدر عن وزارة الدفاع البريطانية وايضا الاوكرانية والروسية هل روسيا امام مهمة صعبة ام انها انجزت ربما جل هذه المهمة بعد ان حاصرت المدينة لاكثر من 40 يوما وجوعتها واستنفذت الذخيرة من المقاتلين فيها نعم مع الاسف ميزان القوى هو لصالح روسيا هناك المدينة اليوم مطوقة بالكامل معزولة عن اي امكانية لامدادها بحرا وبرا باي شيء في داخل المدينة قد قطع الروس المدينة الى سلاسة اجزاء ومعزولة عن بعضها البعض هناك سلاسة جيوب كبيرة داخل مريوبل واحد منها لجهة البحر وقريبا سيصبح هذا الجزء معزولا تماما حتى عن البحر بالامس حاولت باخرة او حاول مركب اوكراني التقدم وتم ابعاده واصابته بالاضرار والمقاتلون في الداخل وضعهم شبه لا اريد ان اقول ميؤوس لهم لديهم بعد امكانية القتال ولكن هذا لن يجدي نفعا اذا لم يكن هناك بفاوضات توقف ما يحصل في مريوبل او كسر للطوق العسكري والتالي الوضع في مريوبل سؤال اخير من شقين هل استنفذت الحكومة الاوكرانية امكانت ايصال المساعدات العسكرية والغدائية والشق الثاني اهمية مريوبل استراتيجية وتأثيرها على ميزان القوى في حال سيطرت عليها روسيا نعم اولا نعم الحكومة الاوكرانية ليست لديها الامكانيات لايصال اي شيء الى المحاصرين في الداخل لقد تحسبوا لهذا الحصار بالزخائر والايتاد وغيره ولكن المسألة ليست مسألة فقط اندادات انما مسألة ايضا مسألة تكتيات لا يمكن الوصول الى هذه المدينة اما سقوط المدينة ماذا يعني؟ مثلا تفريغ القوات الروسية التي تهتم بالمعارك هناك الى جبهات اخرى وتفريغ البحرية الروسية وهذا الاهم تفريغ الجزء الاكبر من البحرية الروسية للاهتمام باودسا وللاهتمام بالمناطق السواحل الغربية لاوكرانيا التي الوضع فيها هادئ تماما خلال الايام الماضية ثوى بعض الرشقات وبعض الصواريخ وبعض الاشتباكات التي لا تغير اي شيء وبالتالي اذا افرغت هذه القوى من معركة ماريوبول سيتغير الوضع على الجبهات البرية وعلى الجبهة البحرية في منطقة البحر الاسود وفي مناطق الجنوب الاوكراني شكرا جزيلا لك المحلل العسكر العميد خليل حلو كنت معنا مباشرة من بيروت اشار وزير الدفاع الامريكي لويد أوسن بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية مع نظريهما الهنديين في واشنطن اشار أوسن الى انه اصبح من الضرري على الدول ان تتنحدى للدفاع عن النظام الدولي في ظل اعتداء روسي على اوكرانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزير الخارجية الامريكي انتون بلينكي بدوره قال ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا اشتركوا في القناة نشاتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل وكالة الفضاء او الشرطة الاوروبية يوروبول تطلق عملية تسهدف اصول الاشخاص والشركات الروس الخضائين للعقوبات التجارية اشتركوا في القناة في هذه الاوقات على الشاشة العربية من هذه البوابة الخضراء يدخل يوميا الاحب فارغ من اوكرانيا الى هنا دمارا كبيرا خلفته العملية الاسكار الروسية في مدن سومي وتشينهيب وحركب وخيرسون الاوكرانيا الجانب الروسي اصبح يتحدث عن الدخول في العمق من جهة شمال دانيتسك حذرت السلطات المحلية من احتمال تكرار الضربات ونحن في طريقنا الى هنا قبل قليل سقرنا القزيفة الثانية امام عيوننا نحن نتحدث فقط عن الاستندفات بالصواريخ او انه في مواجهة مباشرة هذا القطار في مترو الانفاق يلجأ اليه اللاجئون من القصف الروسي حسب ما تحدثت مع الناس متيقلين بان العمليات الاسكرية الروسية ستصل الى هنا ولكن متى لا احد يعلم يوجد في المستشفىات البولندية حوالي الفي لاجئ اوكراني اكثر من نصفهم قصر واطفال هل ترون بان الناس حقيقة بدأت تخرج من هذه المدن وخاصة من العاصمة انا بكم من جديد مباشرة نتحول الى رائد الاغبر موفد العربية ومراسل العربية وينضم الينا من دونسك ليطلئنا على اخر التطورات المدنية فيما تعلق بمعركة ماريوبل رائد دعونا نقول اولا عن الاحداث خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية حيث في مقاطعة دونسك هنا في جمهورية دونسك سقط حوالي عشرين صاروخ وقذيفة من طرازات وعيارات مختلفة قتل شخصين واصيب اكثر من عشرين مواطن وكذلك دمرت بنى تحتية ومباني سكنية على الجانب الاخر كان هناك حوالي ثمانين قتيل من الجانب الاوكراني في جميع محور المقاطعة دونسك وما حولها وأيضا هناك عشرات استسلموا وسلموا أسلحتهم هذا بالأبقام الحصيلة إضافة إلى تدمير أهداف عسكرية والاستحواذ على آليات وغير ذلك بخصوص ماريوبل ما زال البحث عن الألغام جاري في ميناء ماريوبل بعد السيطرة على ميناء ماريوبل اليوم أمس وإعلان السلطات هنا في دانيسك بأن السيطرة الكاملة تمت على الميناء وأنهم يحاولون القلاص من جيوب المقاتلين الأوكرانيين التي تربطهم سرديب وخنادق مرتبطة مع المصنع المصنع الكبير الذي هو يعتبر مدينة كبيرة ومدينة داخل مدينة في شمال ماريوبل الحديث الآخر عن ترابط ووصول القوات الروسية بالفعل من الجنوب وتواصلها مع القوات الانتصالية هنا على الأرض لكن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لانطلاق المعركة الكبرى التي يمكن أن تحصل أو متوقع أن تحدث على قريب على المناطق القريبة من دانباس طبعا الجيش الروسي أيضا سيعود من المناطق الداخلية في الوسط وفي الغرب في أوكرانيا لإحكام الطوق على المدن التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني مثل سلابيانس وكراماتورس وكذلك أفديفكا ومارينكا كان الحديث عن محاولة شق الطريق هناك مدينة غورلوفكا التي يسيطر عليها الانتصاليون ومدينة أفديفكا التي تجاورها ويسيطر عليها الجيش الأوكراني والطريق العام الذي بين المدينتين يسيطر عليه الجيش الأوكراني كان الحديث بالأمس عن الخطة بأنه يجب السيطرة بالدرجة الأولى على الطريق العام هذا حتى تفتح الطريق للجيوش والأرتال العسكرية بالتقدم إلى الأمام فمن المتوقع في هذين اليومين أن يتم اقتحام هذا الطريق لمحاولة إيقاف أيضا الضرب على المقاطعة من قبل مدينة أفديفكا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات رائد الأغير مراسل العربية كنت معنا مباشرة من دونيتسك مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبالتالي تضرر الاقتصاد الأوكراني والعالمي أفاد تقرير تابع البنك الدولي بأن أوكرانيا قد تفقد حوالي نصف اقتصادها هذا العام البنك الدولي قدر كذلك انخفاض الناتج محل الإجمال للبلاد بنسبة قد تصل إلى 45.1% فمنذ أن بدأ الاجتياح الروسي لأوكرانيا لحق دمار هائل بالبنية التحتية الأوكرانية وتحولت الأراضي الزراعية إلى ساحات قتال في سياق ذاته قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو إن حوالي ثلث اقتصاد بلاده لم يعد يعمل بسبب الحرب فقد ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص وظائفهم اعتبارا من أواخر شهر مارس مع تقديرات أولية بأن الاقتصاد الأوكراني خسر حوالي 565 مليار دولار لكن الأرقام الحقيقية لن تكون واضحة إلا بعد الحرب وفقا لوزير المالية أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول أنها أطلقت عملية تسهدف الأصول لأشخاص وشركات روسية خضائين للأقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا وأطلقت الوكالة هذه العملية المسمى أوسكار بشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووحدة التعاون القضائي الأوروبية يورجاست والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس وأوضحت أنها ستسمر عاما على الأقل وتشمل عددا من التحقيقات المنفصلة إلى جنوب لبنان حيث قتل شخص وجرح سبعة آخرون على الأقل في انفجار هز بلدة منعفول في قضاء صيدة جنوب لبنان مراسل العربية أفاد بأن انفجار وقع في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم دمر مبنى يتبع لبلدية منعفول بالكامل وتشغل جزء منه كشافة حركة أمل مراسل العربية أضاف بأن الانفجار أدى إلى مقتل نجل رئيس البلدية وإصابة سبعة آخرين سبعة معظم تحترير الأطفائية موسيقى أفاد تقرير تابع لمجلة The National Interest الأمريكية بأن حزب الله المدعوم من إيران يعمل على تطوير أدواته السيبرانية من خلال إنشاء وحدة جديدة لشن هجمات إلكترونية على أهداف مالية في دول الخليج موسيقى 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 اشتركوا في القناة افادت الشرطة الاسرائيلية بقتل فلسطيني بعد ان طعن ضابط شرطة بسكين في ورشة بناء بمدينة عسقلان جنوب اسرائيل وقال الشرطة ان الضابط كان يتحقق من هوية مشتبه به لكنه اخرج سكينا وهاجم الضابط الذي رد فاتحان النار عليه رغم تصريحات تركية متتالية بقرب فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر كشفت معلومات حصلت عليها العربية عن ان جماعات الاخوان تمارس انشطة غامضة على الاراضي التركية حيث تعقد الجماعة دورات تدريبية لعناصرها المقيمين في تركيا على فنون الاستخبارات والامن السيبراني واختراق الهواتف والحواسب الالية والبيانات الشخصية نشاتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعض الفاصل منظمة الصحة العالمية تعلن عن ترصدها لسلالتين جديدتين من متحور اوميكرون بريطانيا تتوقع اشتداد القتال شرق البلاد خلال الأسبوع المقبلة وتحد روسيا من استخدام السلاح الكيميائي نائبة رئيس الوزراء الاوكراني تعلن عن فتح تسع ممرات إنسانية من ضمنها ماريوبل قتيل وجرحى بانفجار ضخم في بلدة بنفول بجنوب لبنان يدمر مبنى تابعا لحركة أمل والشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا برصاص بعد طعنه ضابطا بسكين بمدينة عسقلان أهلا بكم الجديد سلالتان فرعيتان جديدتان من متحور اوميكرون تقوم منظمة الصحة العالمية برصدهما وذلك لتقييم ما إذا كانت ما كانت أشد عدوى أو أكثر خطورة منظمة أعلنت أنها أضافت السلالتين بي اي أربعة وبي اي خمسة الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية إلى قائمتها للمراقبة وتقوم منظمة الصحة إنه تم رصد بضع عشرات من الإصابات فقط بالسلالتين ضمن قاعدة البيانات العالمية بعد ظهورهما في دول إفريقية وأوروبية على سعيد المتصل تواصل السلطات الصينية جهودها للتصدي للموجة الجديدة من وباء كورونا في مدنها الشرقية حيث أغلقت مركز التصنيع في مدينة كوانتشو فيما تتزايد المخاوف من أعلان الحضر الشامل على المدينة على غيرار شنجهاي وأدت تدابير مكافحة الوباء الصارمة إلى انخفاض مبيعات السيارات وارتفاع أسعار السلع اليومية في مارس الماضي بحسب صحيفة والسري جورنال وبدأت عملية الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين في شنجهاي وغيرها من المراكز الصناعية تؤثر سلبا على اقتصادها بوتيرة أسرع والمزيد المتابع عن ضم إرانة من القاهرة الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شعبات الأوراق المالية أهلا بك أستاذ محمد بداية هل يقتصر الضرر الاقتصادي الذي تخلفه هذه الإغلاقات على خلفية تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني فقط أم يمتد تأثيره إلى باقي اقتصادية الدول العالم بالتأكيد طبعا ممكن هنشوف التأثير على اقتصاديات العالم يمكن احنا شوفنا تفشي فيروس كورونا والذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل بشكل كبير جدا يمكن توقف الاقتصاد العالمي وتوقف الإمدادات وتوقف حركة السير والطائرات أعتقد أنها كانت في حالة من حالات الشلل التام شوفنا أسعار برميل البترول يمكن بالمينس لعدم موجود مخزون كافي أو تخزين كافي لأسعار البترول شوفنا تأثير كل ده في تفشي فيروس كورونا أعتقد أن النهاردة في بعض الحالات في الصين وأيضا ارتفاع أسعار سواء المحروقات سواء الغاز أو البترول أعتقد بيؤدي إلى تباطئ اقتصادي صيني بشكل كبير نحن نتكلم على تراجع في الرابع الأول من هذا العام 14% تباطئ اقتصادي في الصين في الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال يمكن بعض المصانع كسيفة الاستهلاك من الغاز زي مصانع السراميك في الصين ابتدت تقفل أبوابها بشكل كبير مصانع بالكامل بتقفل أبوابها وتراجع اقتصادي صيني أعتقد أنه هيأثر بشكل كبير جدا مش بس على الاقتصادي الصيني ولكن هيكون فيه تباطئ اقتصادي أو تباطئ عالمي وركود تضخمي على مستوى العالم اللي احنا بدنا نلمسه منذ شهور ممكن من قبل الحرب الروسية الأوكرانية لكن ما مدى قدرة الاقتصاد الصيني الذي يعني يعدل أكثر نموها في العالم على التعافي في حال تم رفع كل هذه الإغلاقات وهل الأمر ينسحب أيضا على باقي اقتصاديات دول العالم الحقيقة يمكن الصين وقدرة التعافيها سريعا يمكن قوة الاقتصاد الصيني زي ما شكور قوة نمو الاقتصاد الصيني بالتأكيد طبعا يمكن مع تعافي فيروس كورونا وأيضا التوترات الجيوسياسية من قبل روسيا وأوكرانيا أعتقد أن كل هذا بيكون ليه تأثير قوي جدا على الاقتصاد العالمي وعلى الركود التضخمي اللي موجود في العالم حاليا فأعتقد أنه مع زوال الأسباب بالتأكيد طبعا الصين ممكن هنشوف رجوع قوي لها يمكن إحنا شوفنا تجربة سريعة بعد خروجنا من أزمة فيروس كورونا كان في مشكلة كبيرة جدا حاليا حتى المزال هي سلاسل الإمداد أو الإمدادات والشرائح الإلكترونية والرقائق الإلكترونية يمكن أثرت بشكل كبير جدا على صناعة الصيارات في العالم كله فأعتقد أن كل هذه الأمور بتؤثر طبعا مش بس على الاقتصاد الصيني على الاقتصاديات العالمية أيضا نعم شكرا جزيلا على وجودك معنا أستاذ محمد كمال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية كنت معنا مباشرة من القاهرة الآن الأخبار المال والأعمال مع ندين هاني صباح الخير ندين صباح الخير إبراهيم وصباح الخير مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى هذه الفقرة نلقي نظرة فيها على تدولات أسواق المنطقة التي تشهد اليوم بدء تداول وإدراج أسهم ديوة بسوق دبي على رغم هذا الإدراج الذي ارتفع بأول يوم تداول إلا أن سوق دبي على تراجع اليوم سوق الأسهم السعودية الوحيدة التي تحافظ على المكاسب التي سجلت بالأيام الماضية وهي عند أعلى مستوى جديد منذ يونيو 2006 يوم أمس كنا سجلنا على سوق دبي أعلى مستوى منذ 2017 على سوق أبوظبي وقتر كانت مستبيات قياسية يوم أمس اليوم نجني أرباح النفط أيضا يؤثر لا شك اليوم النفط مرتفع ولكن يوم أمس كان أو مع نهاية الأسبوع الماضي كنا سجلنا تراجعات ويوم أمس بالتالي عدنا إلى مستويات المائة الدولار على برانت وهذا لا يساعد أكيد كون أسعار النفط تراجعت عن مستويات العليا التي كنا رأيناها عليها سابقا فإذا مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع بستة عشر النقطة المئوية سوق دبي على تراجع الآن بأربعة عشر النقطة سوق أبوظبي على تراجع بثمان عشر النقطة المئوية المؤشر الأول بالكويت على تراجع بعشر النقطة المئوية وسوق قطر كذلك يجني أرباح على تراجع بواحد فاصل ستة بالمئة اليوم مشاهدين تابعنا بالطبع سهم ديوة الذي أدرج بسوق دبي سعر الاي بي او كان عند درهمين 48 فلس يلي هو الحد الأعلى للهامش هامش التسعير اليوم افتتح السهم على درهمين 98 فلس بأعلى سعر هذا مثل قفزة بعشرين بالمئة القفزة على سهم ديوة وبالتالي من بعد عاد وتراجع عمل تلات درهم خمسة فلوس بأعلى سعر من بعد عاد للتراجع إلى مستويات أقل من ذلك الآن يتداول عن درهمين 86 فلس إنما يبقى على ارتفاع 15 بالمئة عن سعر الاي بي او 338 مليون سهم تم تدولها حتى الساعة بالوقت اللي ديوة يرتفع باقي الأسهم بسوق دبي تتراجع اليوم خاصة أعمار دبي الإسلامي على تراجع أمرة انبي دي على ارتفاع والعربية للطيران كذلك على ارتفاع بواحد ونصف بالمئة إلى أبوظبي حيث يوم أمس كان سجل للمؤشر أعلى مستوى قياسي جديد يتراجع ب16 النقطة المئوية الآن هذه الأسهم القيادية بأبوظبي دار فاب الفضبي على تراجع بينما العالمية القاودة وإشراق للاستثمار على ارتفاع إلى الكويت لنلقي نظر على السوق الكويتية على تباين اليوم المؤشر الأول بالكويت صار مرتفع منذ مطلع السنة بحدود 19 بالمئة بيتك اليوم على ارتفاع وطني كذلك ولكن أجلتي على تراجع ستي سي الكويت أيضا على تراجع وهذه السوق السعودية فإذا نرى الوحيدة بالمنطقة التي تسجل على مستوى جديد نادك اليوم على ارتفاع بأربعة بالمئة من بعد ما سمعنا أن شركة سالك السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني رفعت حصتها فيها من 20 إلى 32 بالمئة عبر صفقات خاصة بالسوق البلاد اليوم تم تعديل سعر السهم الرماية العمومية بالأمس وفقت على توزيعات المنحة المنجم أعلنت عن ارتفاع 230 بالمئة بأرباح الربع الأول من السنة والخدمات الأرضية ضمن تحالف فازت بترسية عقد بمطار جدة وبالتالي قيمة العقد 342 مليون ريال لمدة خمس سنوات سنكتفي بهذا القدر من الأخبار أعود وألقاكم في الأسواق العربية أعود إليك الآن براهيم نستكمل معك الأخبار شكرا ندين إذا مشاهدين نشير الأخبار العجل الرئيس الروسي فلديمير بوتين يقول إن روسيا وبيلاروسيا ستتعاونان في مجال الصناعات الفضائية قبل ذلك أكد وحي جنوده في أوكرانيا وقال إنهم يقاتلون بشجاعة وكفاء بعد أن سجل متابعة جماهرية ونجاحا كبيرا خلال الموسمين الماضيين يعود المسلسل الإراقي كمامات وطن بجزئه الثالث بمواضيع أكثر جرأة المسلسل يناقش في كل حلقة قضية ومشكلة من مشكلات المجتمع العراقي في إطار درامي اجتماعيا ساخر صديقي وأخوين من هذا الشريد؟ حاجة به أريد مباركتك السلام عليكم إذا أنت صديقي وأخوي فالقانون أم وأبوي حج صدقني ابني لأوبا مريكا أعوذ بالله هذا دعمت وطيت منصب المفروض ولا يكون إن مية بالمية تحصل بعض الأعمال بسبب فكرتها أو طريقة تنفيذها نجاحا كبيرا مسلسل كمامات وطن العراقي كان أحد هذه الأعمال طوال العامين الماضيين ولذلك عاد هذا العام بجزء ثالث يختلف هذا الجزء عن الأجزاء السابقة بمواضيعه الأكثر جرأة وزوايا تصويره مختلفة واللقطات الخارجية الأكثر تنوات عن إذنك عن إذنك وعن خشمي هي دراحكي باي 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 والله يعني بيني وبينك كل الحلقات حلقات صعبة بالتأكيد أدوار جديدة يعني هي منطول الحلقات إحنا اللي انتخبناها حلقات جديدة ومواضيحها جديدة الورق هو اللي يغرل الفنان يعني إذا تلقي ورق مكتوب بشكل جيد يعني إذا كان مسلسل إذا كان يعني مسلسل تراجدي مسلسل كوميدي مسلسل ينتمي إلى نمط آخر أو لون آخر من الدراما لا بس لكن الورق مكتوب بشكل جيد هو الذي يغري الممثل أن ينتمي له شو نعود الترى عيد ميلادي شي اليوم؟ نو اليوم وصلت ون مليون على إنستجرام وكما حدث مع الجزئين السابقين لا زال العمل يركز على بث رسائل وطنية في قوالب كوميدي بين التراجيدي والكوميدي حتى تلامس حلقاته مطالب الشارع العراقي لحياة أفضل كم ما مات وطن هذه السنة اللي هو السيزون الثالث احنا شوية اشتغلنا على الاسم غيرناه اشتغلنا عليه أصبح ما مات وطن وليس كما مات وطن هذه السنة بصراحة اشتغلنا على معالجات جديدة مختلفة عن باقي السنين باقي السنين يعني احنا كانت بعض الحلقات بيها نوع من المباشرة لكن تحتم عليك الظروف والأوضاع اللي موجودة بالبلد سواء اذا كانت سياسية او اجتماعية اشتغلنا عليها بطريقة اللي هي الغير مباشرة لكن اكو بيها مضمون سياسي ومضمون اجتماعي يعني هذا حتى يبعد عنك الخطر ببعد عنك بنفس الوقت انت تقدم معالجة بشكل جديد ومختلف وبالتالي يعني هذا راح يكون يعني كله يصب بمصطحة العمل سؤال مهم يطرح الجميع هل استطاع هذا الجزء من العمل جذب الاهتمام الذي حظي به جزئين السابقين والذي وصل بفريق العمل الى لقاء تشجيعي مع القيادة العراقية التي استقبلتهم جراء هذا النجاح مذنية على دورهم الذي لعبوه بذكاء في خلق حوار شامل ومصالحة وإصلاح اجتماعي هذا ما سنعرفه بجولة بسيطة على بعض تعليقات الجمهور على العمل على مواقع التواصل الاجتماعي الله وكي لك حاج حتى كره الطلاب التعاصل هو الدكتور نبهان نفسه مو بهم واخذ دكتورة خصوصاً انه انت حضرتك ومصى بيك نقبلي الحاج فعيزان انت مور ابنك تخرج سونهم استوريات في سبوع مهم هل عزولة المقامر اهل الحلويات والكيك لماذا اخذهم من 225 لو قايل لي لأسئلهم استوريات عشر استوريات اتسوي لا والله هو انت حسابك اللي بي 69 شخص واغلبهم من اهلك ايه وشبههم عيني اهلي يعني 69 ما يجيبوننا شي يصمون اذا الرئيس الروسي فلاديمي بوتين يقول كل اهداف العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ستتحقق اكثر من 12 الف موظف يخدمون الحرم المكي ويحملون الكثير من القصص والمواقف التي لا تنسى طوال سنوات عملهم داخل اطهر بقه الارض فاطمة واشرف قصة زوجين من الجنسية السيلانكية اعملان في نظافة المسجد منذ 17 عاما بين اربعة الاف عامل من مختلف الجنسيات يعملون على نظافة الحرم المكي وسحاته على مدار الساعة يكتب الله لعائلة السيلانكية ان تأتي من اقصى بلاد الارض لتنال شرف الخدمة في المسجد الحرام القصة بدأت قبل 17 عاما حين التحقت فاطمة نليفة بالعمل في نظافة الحرم المكي وظلت تعمل لسنوات قبل ان تطلب احضار زوجها للالتحاق بشرف هذا المكان وانهاء وحدتها الطويلة لقد قدمت الى السعودية للعمل في الحرم المكي قبل 17 عاما كعملة نظافة اهتم بالسجد والمصليات وهذا شرف عظيم وبعد اربع سنوات من العمل وحيدة في الحرم طلبت من ادارة احضار زوجي من سريلانكا للعمل بجانبي هنا في الحرم لتكون عائلتي بالقرب مني وبالفعل قاموا بتلبية رغبتي بعيدا عن الموطن والاهل والاحباب في سريلانكا جمع الله شتات الزوجين فاطمة واشرف في اطهر بقاع الارض يتشاركون العمل ويتناوبون على خدمة بيت الله الحرام قبل 17 عاما كانت زوجتي نليفة تحلم بالعمل داخل الحرم المكي وتحقق هذا الحلم وسافرت الى مكة المكرمة واصبحت اعيش بمفردي في سريلانكا ولم اكن اشعر بارتياح بسبب بعدها عن المنزل وكانت تطلب مني ان اعمل معها في الحرم وكنت رافضا ذلك في بداية الامر بسبب ارتباطي باعمال اخرى في سريلانكا ولكن لم اصطع الانتظار طويلا بعيدا عن نليفة وقمت بقبول الطلب مئة الف لتر من المياه والمعاقمات لغسل الحرم المكي عشر مرات يوميا وذلك لضمان بيئة امنة وصحية للمعتمرين والمصلين من المسجد الحرام سلطان السلامي العربية الافطار الجماعي في شهر رمضان مبارك عادة اجتماعية في شمال السعودية تعرف محليا بدورية الفطور هذه العادة الرمضانية عادت بعد انحسار جائحة كورونا جزان ماصي معه التفاصيل دورية الفطور عادة اجتماعية قديمة في شمال السعودية عادت في هذا الشهر الفضيل بعد انحسار جائحة كورونا وهي وجبة افطار يجتمع فيها عدد من الاسر بشكل دوري طيلة ايام شهر رمضان في السابق هذه العادة الرمضانية كانت منظمه مجدولة فيما بين الاقارب يفطرون مع بعض كل يوم عند بيت واحد وهكذا يتم دوران الافطار حتى يشمل جميع البيوت لدرجة ان البيت الواحد ما تمر وجبة الافطار الا ثلاث او اربع مرات في هذا الشهر الكريم على حسب عدد الاسر طبعا اما حاليا وخاصة بعد اجراءات كورونا في السنتين الماضية عادت لدى البعض لكنها بشكل غير منتظم وغير مجدول هذه العادة الاجتماعية التي توارثها الناس عبر الاجيال مضت في طريقها كايقونة رمضانية تعكس مدى التلاحم بين افراد العائلة الفطور اول تميراي وقهايوي ومويه ما غيري انشين هذا الفطور اول الفطور هالوقت مثل ما تشوف الحمد لله انعام ذبايح وانعام من مشكلة ومنوعة وسثيرة وحلوة ولله الحمد الاجتماع على الفطور يزيد محبة يزيد الفة يزيد خوة زين الاجتماع الاجتماع على مادة الافطار من العادات الطيبة في الشهر الفضيل وافطار الصائم فيه اجر عظيم يجتمع فيها الاقارب والجران وهذه العادة الاجتماعية تنمي روح التواصل والصلاة الرحم لدى الكبار والصغار تتنافس الاسر في اعداد وجبات الافطار خلال هذه الدوريات باصناف متنوعة من المأكلات منها التشريب احد اهم الاطباق الرئيسية للسفرة الشمالية في شهر وجبة من الخبز المشرب بمرقة اللحم مع قطع اللحم الشهية من محافظة رفحة جزاعا ماصي العربية مشاهدين قبل ان نختم نشر نشير الى عدد الاخبار العاجلة تتعلق بتصريحات الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والتي اكد فيها بان روسيا لا تخطط لانعزال عن العالم وانه لا يمكن لأحد ان يعزلها عن العالم بوتين اكد بان روسيا ايضا كييف انتهكت كل اتفاقيات منسك ولا يستطيع الصمت على الابادة الجماعية وان اهداف العملية الاسكرية الروسية في اوكرانيا ستتحقق بالكامل نهاية نشرة الى اللقاء موسيقى